إذا عاد فيك الزمن هل ستدخل مجلس الأمة من جديد كما حدث في ذلك اليوم؟ أنا سئلت السؤال لما نزلت اتخابات 2012 وقلت أن هذا أمر مقدر وليس مدبر مقدر وليس مدبر يعني ما كان في باننا أن ندخل مجلس الأمة وحنا دخلنا ترى يعني معلش خلنت تكلم بوضوح هو القضاء حكم علينا اقتنع القضاء يجتهد القاضي من اعترمه نعم نحترم حكم القاضي وحكم المحكمة طبيعي ونحترم ترجيح القاضي لأنه أنا للدفاعي نعم وفيه والقاضي يأخذ بالدفاع والطرف الآخر يتهمني بأشياء لكن يعني اتهامات أنه والله جدين أرجال أمن أبدا والله ما اعتديت على أحد حتى الرجل أمن جاء المحكمة قال له والله ما أطقني ولا لمسني تهديد رجال أمن أبدا أخ محمود دوسري جاء أمام الحكمة قال له بالعكس دكتور كان يهدي الشباب وكان موقف إيجابي أيضا فيه قائد ميداني ثاني أنا متأسف ما أحضر بإسمه فبس من باب للتاريخ يعني عشان باب بس الغاضي رجح رأي الآخر وفي النهاية أحكام القضاء نحترم نعم 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 لكن هذه الواقع ما اقتحمنا ولا كان في باننا أن دخلنا دخول لكن هي بالنهاية للأمانة لو تقول لي أنا أقول لك هذا يجب أن لا يتكرر ترجمة نانسي قنقر